السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليها دي علي في هذا الفيديو رح أشرح الأسباب اللي تخلي شاشة اللابتوب تكون مشوشة ممكن تكون مشكلة بالشاشة نفسها أو تكون مشكلة بالكيبل اللي وصل شاشة اللابتوب مع المذر بورد الخاص باللابتوب أو تكون مشكلة بكارت الشاشة طيب كيف أقدر أحدد سبب المشكلة الأساسي أول أمر أوصل لللابتوب مع شاشة خارجية إذا اختفت المشكلة معناها أن المشكلة أما تكون بشاشة اللابتوب أو تكون بالكيبل وإذا استمرت المشكلة معناها أن المشكلة بكارت الشاشة مثل ما نعرف أنه كارت الشاشة موجود بنوعين أما يكون كارت منفصل أو يكون كارت متصل بعض أجهزة اللابتوب تحتوي على الكارتين بنفس الجهاز يعني هذا اللابتوب يحتوي على كارت منفصل وكارت متصل وجهاز آخر يحتوي على كارت واحد وهو كارت متصل إذا كانت المشكلة بكارت الشاشة المنفصل مجرد أن أبدل الكارت بكارت آخر أما إذا كانت المشكلة بكارت الشاشة المتصل اللي هو متصل مع الماذر بورد هنا عملية تصليحة رح تكون صعبة نوعا ما ممكن أن أستخدم الكبس الحراري لكن هذه العملية ممكن تتلف كارت الشاشة بشكل كامل وحتى إذا تم الكبس بشكل صحيح رح يكون أداء الكارت ضعيف فعملية تعريض الكارت إلى الحرارة عملية مو ناجحة دائما فالأفضل نقوم بعملية تبديل الماذر بورد لهنا هنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى أن يكون واضح للجميع وضحت بي أهم الأسباب اللي تخلي شاشة اللاب توب تكون مشاوشة اللي هي أما مشكلة بالشاشة أو مشكلة بالكابل أو مشكلة بكارت الشاشة طبعا أحب أنوها على نقطة معينة وخصوصا للأشخاص اللي يشترون أجهزة مستعملة أنه يقوم بتجريب الجهاز يعني مدة أربع أو خمس ساعات بشكل متواصل ويشغل برامج كثيرة ويشغل ألعاب يراقب أداء الجهاز خصوصا أنه من تزداد درجة حرارة الجهاز ممكن أنه تظهر هذه المشكلة يعني أول تجريب الجهاز ما رح تبين واللي هي مشكلة بكارت الشاشة من تزداد درجة حرارته رح تظهر هذه المشكلة فقبل ما تقوم بعملية شراء جهاز بوستعمل أنه على الأقل تجربه لفترات طويلة الصورة اللي موجودة أمامنا هذه الصورة لمشكلة بكارت الشاشة يعني تم تشغيل الكمبيوتر لفترات طويلة مرات أنه تم تشغيله لمدة يوم كامل وما تظهر هذه المشكلة فلازم تجربه الكمبيوتر وتشغل عليه برامج تحتاج إلى مواصفات عالية تشغل ألعاب حتى تراقب أداء الكارت الشاشة أنه ما يحتوي على هذه المشكلة إذا كانتكم أي سؤال أو استفسار قدرون تراسلوني بنهاية كلامي تقبل وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله